صوت نتمنى يكون صوت قوي إن شاء الله للنادي الأهلي النادي الأهلي اللي حقق كل شيء هذا العام موسم استثنائي الحقيقة وعشان كده بما أنه موسم استثنائي طبعا شغل دارة شغل جهاز فني شغل لعبين شغل جماهير لا نفصل أحد عن أحد ولكن دور مرسل كلر الصفقة الأهم اللي عقدها مجلس دارة النادي الأهلي قبل بداية الموسم يستحق الثناء ويستحق أن جماهير النادي الأهلي توجه لي رسالة بعد ختام هذا الموسم بالعلامة الكاملة باستثناء بطولة كأس العالم للأندية اللي ما قدرناش نحقق فيها مدالية ولكن في النهاية حققت كل البطلات المحلية والقرية وعندنا أمل إن شاء الله في الموسم القادم مزيد من البطلات والنجاحات عشان كده سؤال برنامج الآلي خط أحمر على هاشتاج الآلي خط أحمر هو وجه رسالتك لمرسل كلر بعد نهاية هذا الموسم أعتقد فارس مرسل كلر تجربة تستحق الإشادة من قبل جماهير النادي الأهلي وتحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي أكيد يا عسامة يعني باتفق معاك ويمكن في فلسفة كمان شرح ليه السؤال ده يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي عموما اعتاد النجاحات على مدار السنوات مع مجالس إدارة متعقبة ويمكن كابتن محمود الخطيب لتجربته في مختلف المجالس ودائما بنقول أنه هو أكثر من حصد بطولات خلال تدرجه في النصب المختلفة على مر تاريخ النادي الأهلي ومجلس الإدارة بالكامل أكيد جهده كان واضح ولكن هم حقاو نجاحات قبل كولر مع مسماني حقاو نجاحات مع فيلر وحتى من تواجد منهم في مجال السابقة اعتاد فكرة التتوجات يمكن كولر تجربة مختلفة يا جماعة عشان كده الرسالة الكولر لأنه هو ده الموسم الأعظم في تاريخه على مستوى التتوجات هو محتاج في الفترة دي أكيد يوصله جمهور النادي الأهلي حابب يقوله إيه لأن حتى نجاح كولر هو جزء من نجاح جزء لأن نجاح إدارة النادي الأهلي مختلف هو في المدرب وفي لعبين وفي أطر كثيرة الأجواء اللي أنت بتوفرها للمنظومة ولكن كولر يستحق النهاردة أن جمهور النادي الأهلي يوجه له رسالة ويقوله بقى من قلبه بعد موسم عظيم هو الأنجاح لأي مدير فني في تاريخ النادي الأهلي كبداية موسم أو كأول موسم ليه في تاريخه وأعتقد محتاج أسألك أنت حابب تقول لكولر إيه؟ حابب أقول لكولر شكرا أولا حابب كمان أصني على كولر أن أنت قدرت تفهم سيكولوجية جمهور النادي الأهلي وده شيء مش بسهولة من أول موسم أن أنت تكون فاهم سيكولوجية جمهور النادي الأهلي قادر تتحمل ضغوط جمهور النادي الأهلي وعبرت عن دفء أكتر مناسبة وقلت أنا خلاص بحق البطولة بلاقي تاني يوم الجمهور بتطلبني ببطولة وأنا كمان عندي جوع أن أنا أشبع من هذه البطولات أو مش أشبع من هذه البطولات ففكرة أن يجي لك مدير فني عنده السمات الشخصية دي ويمكن إحنا فرس أشدنا بسماته الشخصية تحديدا من أول ظهور لي في التكش وحتى تكلمنا عن حالة الدعابة اللي عملها وقلنا ومقالات عنه الحقيقة ونجاحاته مع منتخب النمسا ونجاحاته في كل تجربة أخضها وعشان كده أنا شاف أن لقينا المدير الفني الذي يليق بالنادي الأهل لأن الحقيقة بعض الناس بتجهل دايما دور الأشخاص والأفراد المتميزين وانت عارف هنا سياستنا دايما أن النادي الأهلي بيوفر المناخ الجاية جدا ولكن بينجح المتميزون فالأساس في القصة هو أن الشخص المتميز كلر من الشخصيات المتميزة كلر من الشخصيات والمدرين الفنيين اللي إن شاء الله بإذن الله بعد تجديد عقده أو تمديد عقده هنقف عنده كتير جدا كتجربة ملهمة إن شاء الله بإذن الله يستمر النجاح للموسم القادم منتظرين منك الكثير أنت قلت في دعابة كده ينقصني بطولة كأس العالم للأندية هي آخر فرصة الموسم القادم بسبع أندية نستطيع أن ننحق فيها نجاحات وإن شاء الله قادرين على تحقيق هذه النجاحات سويا سويا دي مجلس إدارة النادي الآلي، إعلام النادي الآلي، الجهاز الفني، اللاعبين وطبعا الجماهير وعضاء الجمع العماء التي لا تنفصل بالتأكيد عن جماهير النادي الآلي فرسلت الكولر مرة واثنين وثلاثة شكرا مستر كولر إديتك سؤال إديني سؤال إنت رسلتك إيه؟ لأ ما أنا مستني خلاص إنت بقى تقول لها رفلتي طيب بص أنا بفتكر والله بجد لما كل ما شوف كولر كده أفتكر أيمن الكاشف وهو بيقول كم فين هواك يا حبيبي من بدري كم فين؟ والله فعلا أنا بحس إن كولر عارف إنت لما تشوف حد تقول له كنت فين يا راجل من بدري كولر يا جماعة النادي الآلي ليه كده تفاصيل داخلية هي اللي تنجح وتفشل من الآخر تاريخ كده إحنا يعني نزعوا من إحنا قاريين تاريخ النادي الآلي كويس فالنادي الآلي ليه تركات كده لو إنت عرفتها واندمجت معاها هتعرف تحقق نتائج مزهلة يعني أنا دايما بقول فيلر مدرب كويس جدا ومن الناس اللي فيلر أثبت في التجربة أنه هو مدرب كويس بغض النظر عن يعني حتى لو كان لك بعض التحفظات ولكن في النهاية فيه تركات تخص النادي الأهلي على المدى البعيد يعني لما تشوف حوارات فيلر وهو بيتكلم عن طبيعة الجمهور والضغوط وفكرة الحياة الشخصية قارم بقى بجزيه اللي هو بيزرع دايما فكرة لا أنا بلعب الكرة عشان الفقراء أنا بلعب عشان الناس تتبسط عشان الناس اللي محتاجة في يومها يكون فيه شيء يخفف عنها مع ضغوط الحياة وضغوط المعيشة دايما فكرة الحاجات اللي تحسسك أن أنت راجل طبيعتك قريبة قوي من الناس ويمكن نزعت جزيه الاشتراكية نتيجة والده وبعض الأمور يعني في تنشئته حتى السياسية خلته قريب من فكرة اللي هي الناس البسيطة الكادحة أنا بشوف أن كولر جات حتى على التراك وبعدين عشان تنجح في النادي الأهلي مش محتاج تيجي أجنبي ببرنيتا اللي هو إيه سهل لي أموري وقل لي أنا اشتغل لا ده مش بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي انت لازم تكون راجل زكي ملم بكل التفاصيل كولر بيتكلم في ملعب بيتكلم في حضور جمهور بيتكلم في أدوات تدريب بيتكلم في تحكيم بيتكلم في كل حاجة فكولر جاي دي الشخصات اللي تنجح في النادي الأهلي إنما الشخص اللي هو منتظر أنه هو ييجي يلاقي احنا النادي الأهلي منظومة عظيمة جدا بس انت في أوضاع تخص الرياضة المصرية والأفريقية حقيقي انت مش جاي تشتغل في وضع أو في منظومة هي مثالية فانتظارك أن انت تاخد معطيات مثالية عشان تطلع نتائج مثالية مستحيل هتنجح في الأول ممكن إنما على المدى الطويل مش هتقدر تكمل عشان كده جزيه قدر يوصل لعدد سنوات لأنه من الآخر فهم اللي داخل النادي الأهلي والرياضة المصرية والصحافة والإعلام والجمهور وبقى مالك أدواته وبدأ يحرك ده فأنا بشوف إن كولر عنده الحتة دي كولر برضو شخص هو زكي بعيدا عن كرة القادر